بس يا ستي هي دي كل الحكاية من تقطق لسلام عليكم ايه رايك بقى في الدماغ العبكرية دي يا سلام دماغ ده ولا اي دماغ في الدنيا طول عمري بقول عليك ابو المسالك اللي في كله اموره سالك بص بقى يا ستا احنا هنغير طريقة اللعب انا هبصيلك وانت تبصيلي ها؟ اوه مس سعيد كان هنا؟ اوه انا قلوه ولا ايه؟ الموضوع وصل لحد فين؟ والله يا اخويا معرف تعالى نسأل العيال دي يمكن تعرف حاجة؟ تعالى لما نشوف يمكن صح يكونوا يعرفوا حاجة اقول لك يا حبيب انت وهو ايوه اقمرنا ما شفتوش كان فيه واحد مرمي هنا على الارض الراجل اللي كان مرمي وجنب منه مسدس وجنب منه عصايا؟ اه ايوه هو ده ايوه الراجل ده فين؟ ما تعرفوش ايه اللي حصل؟ ده جات الاسعاف والحكومة والدنيا كانت مقلوبة بس الحمد لله بيقولوا عايش ومحجوز في المستشفى عايش؟ ايوه يا عمه عايش وفي المستشفى اللي جنبنا المستشفى اللي على اول الشارع؟ ايوه في المستشفى اللي على اول الشارع محجوز يناك ها؟ يا يلا بينا نروح له بسرعة يلا بينا الحمد لله انه عايش ايه ده يا عم الناس الغريبة دي؟ هي اتبغى لسعى ولا ايه؟ يا عم فكت منهم ويلا نكمل لعب على رأيك حمد الله على سلامتك يا سعيد يا صاحبي الف سلام عليك يا صاحبي والله العظيم ده احنا كنا هموت هتموتوا برضو يا اندال سبتوني مرمي في الارض سايح في دمي ومحد السائل فيا وجريتوا والله يا سعيد ما جرينا احنا سبناك احنا قلنا ان انت قطعت النفس خلاص ويعني حتى لو قطعت النفس تسيبوني وتخلعو ياب نفهم بقى بنقولك ما خلعناش احنا كل اللي عملناه خدنا بعدنا علشان نجيب لك حقك ونجيب حقنا يا سلام تجيبوا حقي وتجيبوا حقكو من مين ان شاء الله من النساب اللي نسب علينا اللي اسمه ابو المسالك ها النساب اللي نسب علينا اللي اسمه ابو المسالك ولما رحت عملتله ايه بقى ثواني اقولك علشان محدش يسمع خدناه في شوال ورميناه في نص البحر رميته في نص البحر والله العزيم لولا لنا نتعبان كان زماني ميت على نفسي من الدح يا عم سعيد اللي بيلهولك ده مزبوت اسمع مني عملنا اللي هو الهولك طول عمركم مغفلين وانا طول عمري مغفل معاكو زي زيكو بالزبط علشان كده مش عايز التريق عليكو يا عم والله رميناه في نص البحر مش عايز اعلي صوتي لحد يسمع تب اسمع بقى يا اخويا مني انت وهو الكلام الجديد ايه هو يا عم سعيد الكلام الجديد لسه كان فيه واحد صاحبي جاي بيزورني من شوية وبيقول إن أبو المسالك بقى أغنى واحد في الكرية هاهاهاهاهاهاها بتضحك علي يا مغفل منك ليه الكلام اللي بقولهلكو ده حقيقة عايش إزاي بس هو أنت الدربة أسرت على دماغك ولا إيه بقولك رمينو بقدينة في نص البحر وأنا بقولك عايش وبقى معاه فلوس كتيرة وغنم كمان كتير وبقى أغنى واحد في الكرية ولو مش مصدقيني روحوا تأكدوا بنفسكم يا عم ومش هنزعلك علشان إحنا متأكدين من المعلومات اللي عندنا علشان عملنا بأيدينا هنروح لحد عنده ونشوف ونيجي نطمنك ونقولك إن كلامنا مزبوط طيب يا أخوي أنت وهو روحوا وتعالوا وهتعرفوا إن كلامنا اللي مزبوط يلا بينا يا سيدي يلا نختف رجلنا لحد البيت وياكننا بنبص ونتطمن عليه يلا يا عم عشان نريحه هنريحك ونروح يا عم سعيد وهنجيلك بالخبر الأكيد يا عم سعيد هاهاهاها العايش قال طول عمركم مغفلين اللي خربت دماغكم بس هقول إيه ما أنا مغفل زيكم أنا كمان أنتو بيتضحك عليكم وأنا كمان بيتضحك علي يا رب أنا بسبب طمعي وغبائي كنت هموت يا رب ما تخلينيش طمع تاني وما تخلينيش غبي كمان المهم بقى طالب منك طلب وتعملهولي دلوقت حالاً طلب واحد بس أطلب يا أخويا زي ما انت عاوز عارفة تلت شنط اللي هم كل شنطة فيهم فيها مليون جنيه عارفهم طبعاً أم ليه هتلاقي جوه تلت شنط كمان فضيين عايزك تمليهم طوب وتجبيل الست شنط هنا جنبي أم لهم طوب ودول هتعمل بهم إيه يا بولمسالك ما تشغليش بالك بس وعمل اللي بقولك عليه أنا عارف الصح فين تملي التلت شنط طوب وتجبيل التلت شنط المليانين فلوس والتلت شنط المليانين طوب يعني الست شنط يكونوا مرسوسين قدامي هنا منعيني حاضر هحضرهم لك واجي أهلاً أهلاً بالرجالة ها؟ وانت عايش؟ مالكم مستغربين ليه ان أنا عايش ومالكم انت عايزين إيه ميت؟ لا أبداً ولا مستغربين ولا حاجة طبعاً مستغربين على شرم تونبي ديكو في نص البحر ومربوط في شوال مستغربين أنا موجود دلوقتي إزاي؟ وغير كده كمان بقيت غاني ومعايا غنم كتير وفلوس كتير وأنت جبت الغنم منين؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ يا 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 عم اسأله طلع إزاي أصلاً من البحر ومن الشوال وجي إزاي قابلنا؟ الفلوس اللي جنبكو دي يجي ستة مليون جنيه ستة مليون؟ أمال ستة مليون جنيه بس أحب أقول لكو حاجة أنا مسامحكو إزاي يعني مسامحنا؟ مسامحكو يا عم علشان انتو عملتوا معايا أحلى واجب في الدنيا ها عملنا معاك واجب؟ يعني لما حطناك في الشوال وربطناك ورميناك في نص البحر يبقى كده عملنا معاك واجب؟ أمال هو أنتو مش شايفين الخير والعز اللي أنا موجود فيه ولا إيه؟ لا 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 شايفين طبعا الفلوس الكتيرة والغنم الكتير بس إحنا عايزين نعرف إيه السر وراء الموضوع ده؟ بصوا أنا هقول لكو السر بس السر اللي هقوله لكو ده هيبقى وشت السعد والهنى عليكو بجد؟ أيوة أهم حاجة لابتسامة الحلوة اللي أنا شايفها في الشوكو لازم يكون عندكم ابتسامة أمل موجودة لابتسامة بس انت دلنا على الطريق بتاع السعد والهنى لا 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 أنا ما بعملش حاجة ببلاش ولا بعمل حاجة للو للوطن أمال إيه طلباتك؟ بصوا أنا معايا ستة مليون جنيه وعايز أكملهم عشرة مليون جنيه كل واحد فيكم هيجيب لي 2 مليون جنيه ها؟ 2 مليون؟ ممي مش كتير يا أبو المسالك؟ كتير ايه؟ ده كل واحد هيدفع فيكم 2 مليون هيجي لقصادهم أكتر من 20-30 مليون طب انت مجالكش ليه 20-30 مليون؟ ما أنا هقول لكو وهتعرفوا ان انتو السبب ان انا مجاليش 20-30 مليون بس أنا بقى هبقى السبب ان يجي لكو 20-30-40 مليون كمان طب ما تقول لنا انت كده فتحت نفسنا لا واحد فيكو يروح يجيبي اللي 4 مليون اللي 2 مليون بتوعك واللي 2 مليون بتوعه وأنا اتكلم رو 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 حاتلو يا عم اللي 4 مليون حاضر هجيبهم واجه على طول ادي يا ابو المسالك راح يجيب لك الفلوس احكيلي بقى امسك في ايدي الفلوس وبعد كده في الكلام ادوس حلوتك يا ابو المسالك من عيني حاضر هنستنى لما يجيب الفلوس ويجي ادينا مستنين ادينا ما تأخرتش اهو جبتلك اللي 4 مليون جنيه اللي انت قلت عليهم ده كلام جميل وزي الفل يعني كل شنطة فيهم فيها 2 مليون جنيه صح كده ايوه صح طب يلا بقى حطهم جنب اخواتهم وانا احكيلكوا الحكاية من تقطة لسلام عليكم حاضر ها يلا بقى يا ابو المسالك الفلوس وصلتلك احكي لنا بقى بصوا بقى لما رمتوني بالشوال في نص البحر قبلتني جنية جنية؟ اه جنية جنية وغنية غنية اوي 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 معاها كل الخيرات ها و ايه اللي حصل لما قابلتك الجنية؟ طلعتني من الشوال وحبتني وادتني الفلوس اللي انتوا شايفانها وكمان ادتني الغنم الكتير ده مش كده وبس ده قالتلي ليك قدوم تاني ها و هتدهولك ازاي؟ ما هي قالتلي هجيلك كل اسبوع واجعد معاك شوية وهجيبلك كل اللي انت بتحلم بيه بس انا بصراحة زعلان وزعلان منكوا اوي ها علشان يعني حطيناك في الشوال ورميناك في نص البحر لا خالص ده الموضوع ده مفرحني جدا بس انا زعلان منكوا ان انتوا مغوتوش جوية ورميتوني ها ليه ليه يعني مغوتناش ورميناك جوة وانت كنت عايز تترمي في حتة تانية؟ ها صحيح ما ننسيت اقولكو اصل الجنية اللي قابلتني تحت في بنت خالتها جوة شوية قدام اغنى منها بكتير اوي اغنى منها؟ امال اغنى منها خمس ست خمس ست ايه قول تسع عشر مرات وعلى كده يعني لو كنت ترميت عندها كان ايه ليه هيحصل الجنية اللي قابلتني تحت قالتلي ده لو كانوا غوطوا جوة شوية ورموك عند بنت خالتي كان زمانك معاك قدي الفلوس دي عشر اضعاف وقدي الغنم دول عشر اضعاف وعلى كده هم بيعملوا كده مع اي حد بيترمي في المية؟ امال هو يعني كل يوم واحد بيترمي عندهم في المية ده دول قاعدين كل فين وفين لما حد بيترمي في المية زي ما انا ترميت بس بجد انا متشكر ليكم انا لحد كده راضي انا برضه بالقليل ايه رأيك في الكلام ده انت بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ طبعا بفكر في اللي انت بتفكر فيه تمت يلا بينا بسرعة ونلحق قبل ما حد تاني ياخد مكاننا ايه يلا بينا طبعا هنستأذنك احنا يا ابو المسالك وحمد الله على سلامتك وهنعد عليك تاني سلام يا ابو المسالك سلام استنوا طيب ما شربتوش الشاي لبسوها المغفلين ها كده بقى احنا في حتة ابعد من الحتة اللي رمينا فيها ابو المسالك بكتير ايوه ايا شكلها الحتة دي اللي فيها الجنية بانتخالة الجنية اللي انقذت ابو المسالك وعلى كده المفروض ان احنا النط طبعا هالنط على شكل خطر الجنية تنكزنا وتدينا فلوس كتير بس انا ما بعرفش عوم وانا والله كمان زيك ما بعرفش عوم ما احنا كده هنغرق يا ناصح بقولك الجنية هتنكزنا يا ناصح انت متأكد من موضوع الجنية ده لا ده المرة ده انا شفت بعيني ست شنط مترسسين بيقولك كل شنطة فيهم فيها مليون جنيه والغنم شفت الغنم قد ايه ده انا عيني مش جايبة اخرهم انت صح عندك حق مش فرقة بقى بنعرف نعوم ولا ما بنعرفش نعوم دي جنية جنية يعني هتنكزنا احنا الاتنين في لمح البصر خلاص يا ساحبي نعدي بقى من واحد لتلاتة والنط انا وانت في قلب المية مع بعض ماشي يلا نعد واحد اتنين تلاتة نط اتنين 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 واحد واحد تعليق معنا من حموكشة الاصلي وبقولك نورت صفحة اخوك يا زوموليكس وتاني تعليق معنا من اشرف الشريف وبنقولك تحية لكل اهل السعيد ومعانا أبو المشاعر من اليمن وأحلى تحية لكل أهل اليمن نورتنا يا أبو المشاعر ومعانا سعود وأحلى تحية لك يا سعود ومعانا مأمون من عمان وبنقولك أحلى تحية لكل أهل عمان يا مأمون ومعانا ولاء وبنقولك أحلى تحية لك يا ولاء ومعانا محمد وبنقولك قدينة طلعنا اسمك يا محمد ما نقدرش نزع عليك أبدا ومعانا علاوي من العراق وبنقولك أحلى تحية لكل أهل العراق ومعانا محمد حماد من مصر وأحلى تحية لكل أهل مصر وسلامي ليك يا محمد ومعانا آية جاسر وبنقولك وجودك معانا أحلى يا آية ومعانا عبدالله صالح وبنقولك إحنا كمان بنحبك قوي يا عبدالله